مرحبا اليوم انا نحكي عن فيديو كتير مهم خصه بكاميرات المراقبة او كل شي اسمه اي بي كاميراز او شبكات او شبكات الكاميرات المربوطة على شبكة الواي فاي وعم ينعملها هاستنج خارج الشبكة او حتى داخل الشبكة طبعا هايدي الكاميرات او الاي بيز طبعا الكاميرات اذا كنا عم نتحكم فيهم من اجهزة التليفون او من اي جهاز خارج الشبكة تبعنا يعني نحنا عارضينهم على الشبكة العالمية او عاملينهم هاستنج على هايدي الشبكة فممكن من ابسط الامور مثل موقع شودن اي او نلاقي هايدي الاي بيات والبورتات اذا كانت مفتوحة موجودة على هايدي الشبكة او موجودة على هايدي الموقع اذا ما كانت او معملها سكيوريتي عالية ممكن اي شخص يقدر يفوت على هايدي الاي بي باستخدام يوزر نيم و باسورد في حال كانوا ضعاف او في حال ما كان في يوزر نيم و باسورد فالهدف من هيدا الفيديو انه اذا كنت عم تستخدموا كاميرات مرائبة او واي فاي كاميراز مربطين معكن على نفس الشبكة حاولوا قد ما فيكن استخدموا بلاجينز او تعملوا اوب ديت لكل الباتشز الخاصة بنزام هيدا الكاميرات يعني مثلا عم نحكي على كاميرات هاك فيجن في كتير ثغرات تم اكتشافها بمجرد انك تعمل مثلا ريسات باسورد اي شخص ممكن يعمل ريسات باسورد ويحط الباسورد اللي بده اياها حتى لو ما كان الادمنستريتر فلازم عطول نسكر هيدا الثغرات بالابديتس اللي بنعمله ولازم نستخدم يوزر نيم و باسورد ما يكونوا يونيك او معروفين او اللي بيجوا باي ديفولت لبراند تبع مثلا هايك فيجن او تبع سامسونج لانه هاودي الديفولت يوزر نيم و باسورد موجودين على الانترنت ممكن اي شخص من بعد ما يعرف البراند الكاميرا المستخدمة يحصل على اليوزر نيم و الباسورد لبي ديفولت اليوم بهذا الفيديو رح نحكي على السكان على الشبكة نعرف هيدا الشبكة اذا فيها كاميرا ولا لا الاي بي تبعها على اي بورت عم تشتغل شو نوعه وكيف هنعمل على اليوزر نيم و الباسورد لحتى نفوت ونعمل على هيدا الكاميرا تابعونا بهذا الفيديو اوكي شباب انا هلا على جهاز الكالي وعلى نفس الشبكة اللي موجودة علي الكاميرا هلا طبعا انا عم نفز برجع بحب وضح انه وهالهدف منه تابعو وعم نشتغل طبعا على الشبكة تابعنا وعلى الكاميرا الخاصة فيه طيب هلا انا اول شي ازا بعمل اسكان اا اول شي خلينا نشوف الاي بي تابعنا اوكي انا على نفس الشبكة اخد اي بي من نفس الراوتر طيب ازا بعمل هلا اسكان بسيط على الانتاير نتورك تابعي اللي هي وان ناين تو وان سيكس ايت زيرو وان سلاش اتواني فور خلينا نشوف شو حيعطينا الاي بيز اللي هني اوكي بعت في عنا لا يخلص هيدا السكان اكيد عم يعمل سن ستيلد سكان اوكي لحتى يشوف لنا كل او الهوستس اوكي طيب هاي دي نتيجة السكان عطاني كل البورتس الخاصين بكل اي بي مفتوح هيدا الاي بي تابع ديفولت جيتوي او تابع الراوتر وشايفين البورتس المفتوحين بقلبه هيدا اي بي تابع الجهاز انا تارجت تابعي بعرف الاي بي تابع الكاميرا هو المية وستة اوكي طيب اي بي الكاميرا تابعي هو المية وستة وستين او يعني جهاز الكاميرا عم يشتغل على الاي بي مية وستة وستين طيب هلا انا ححدد ساعتها هلا هون نوع الاتاك او الهجوم او سكان طبعي على هيدا الاي بي اللي هو وان هاندرد سكستي سكس طيب خلينا نشوف شو البورتس هلا اول شغلي بدي لاحز انه عطاني الهوست اوب ولكن اول الف سكانت بورتس هو عمل سكان لاشهر الف بورت اوكي اشهر الف بورت ما انه موجودين ما في ولا بورت منه مفتوح مبين معي فاكيد ممكن تكون عم تستخدم الكاميرا مش متل البورتات ابعروفي ليهني بورت kill بورت مسلا او بورت او او five for two استخدم بورت منه منحز ومشهر او الف فا بديا الجأ انني استخدم؟ اعمل السكان على كل البورتس ليهني خمسة سمتين الف وخمسمية وشوي بدي اعمل علي كلية. فهايد المدة هيدا العملية هتاخد وقت طويل. المهم السكان تبعه بيكون على هيدا الشكل. يعني ومنحط البورت تبعنا اللي هو قالنا مية وستة وستين. ومنحط داش بي داش بهيدا الشكل. وبيعمل السكان على كل البورتس. اوكي? يعني على الخمسة وستين الف بورت. ازا بعمل انتر منشوف انه قديش متى تاخد وقت. ممكن تاخد العملية وقت طويل. فانا هاحصر السكان تبعي. هحطو مسلا بين. اه خلينا نجرب بين مسلا الالف. وال اه الخمسة الف. اوكي. وحنشوف شو هيعطينا النتيجة. في كن انتو تقسموا البورتات ازا ما بتكون تكون السكان كتير طويل. ليه شفناه هون. انه بيان عندي في بورت مفتوح على هيدا الاي بي. اللي هو بورت. فور سفن. فور سفن. عم بيقل لي السيرفس تبعيته. اه بوش ترومن. طيب. هلأ هيدا السكان اللي عملناه ما عطاني تفاصيل كتيري شو هي. يعني ما معرفت شو هي هيدا السيرفس او اول مرة بسمع فيها. بس انه بيان معي في بورت. فور سفن. فور سفن. مفتوح. في بكل بساطة. قبل ما روح استخدم كوماند تانية. انه اجي. ازا هيدا بورت خاصه بالكاميرا. معناته ازا بدي حط الاي بي تبعه مع هيدا البورت. بديو يفتح لي شي. يا بديو يفتح الكاميرا. ازا كان ما في يوزرنام و باسورد. او بديو يعطيني يوزرنام و باسورد. طيب. خلينا نجرب. نحط. الوان ناين تو. دوت وان سكس ايت. دوت زيرو دوت. وان سكس سكس. على بورت. اربعة سبعة. اربعة. سبعة. ونشوف شو هيعطينا نتيجة. منشوف انه عطانا صفحة فيها يوزرنام و باسورد. طيب. هيدا اكبر دليل انه ممكن تكون هيدا الصفحة الخاصة بالكاميرا. كونه في بقلبها يوزرنام و باسورد. طيب. تأكدنا لكان انه هيدا هو خاص بالكاميرا. طبعا فيكم تكفو تعمل سكان على كل البورتات لتوصل للنتيجة انه تحصر انه هيدا هو بورت الكاميرا. بس انا اللي اتأكد بين هيدا الشيء في كومانت بالان ما بممكن استخدمها لهي داش اي. هلا كونه حددت انا البورت صار فيه اكتب لكان بورت فور سيفن فور سيفن. عد داش اي. وبيعطيني اكتر تفاصيل عن هيدا البورت اللي عم بعمل او حددت السكان عليه. اوكي شباب لكن متل ما شايفين بيانت معنا النتيجة الكاملة باستخدام السنتكس داش اي لكل اا او كل المعلومات الخاصة بهيدا البورت. طيب عطاني السيرفز بهيدا الاسم اللي اللي هتشتغل على اتش تي تي بي. اوكي. وقال عطاني اه 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 او فور او وان. معناتها في شي بدو يتدخل بهيدا الصفحة. بتلو شفنا بيان عنا في عنا يوزر نيم او باسور. وقال لي هون في عندي اثنتيكايت بايزيك ريل ام درويد كام. اوكي. هيدا الشي اكد لي هون انه هيدا البورت عم يشتغل على كاميرا كونه باسم درويد كام. اوكي. اه طيب من بعد لك اي ما تأكدنا من هيدا الشي ورحنا جربنا اصلا الويب سايت بيان معنا انه في عنا يوزر نيم و باسورد طيب. هلا يوزر نيم و باسورد. هوني هنوقع بمشكلة البروت فورسنج. هلا. هنعتبر نحنا انه اليوزر نيم هو ادمن. اوكي. هنشتغل على الباسورد. نعمل بروت فورسنج للباسورد. طيب. خلينا نشوف كيف هنعمل بروت فورسنج باستخدام بيرب سويت. ونعمل اتاك على هيدا اه الكاميرا. طيب. اول شغل ما نعمله خلصنا نحنا هلا تبعنا وصرنا متاكدين انه الاي بي والبورت هو على هيدا الشكل. خلينا نجرب مسلا نحط هون يعني عنا مسلا والباسورد وان تو ثري وان تو ثري. ما هيمشي الحال. طيب. خلينا نشتغل على البيرب سويت. اول شي هنروح نفتح البيرب سويت. طبعا ضمن الكورسز الافيكل والادفانس تحكيت كتير على البيرب سويت وعن استخداماتهم. اوكي. وفي فيديوهات كمان سابقة حكينا كيف منعمل انترسبت لاي اتصال. طبعا وكمان اكيد بدنا نعمل اعتراض للاتصال. هاستخدم الفوكسي بروكسي. هاستخدم البروكسي الخاص بالبيرب سويت اللي هو عمشتغل على بورت ايتي ايتي. ونفعله عنا بهيدا الشكل. اوكي. طيب. هلا صار عندي البرب سويت. جاهز. اوكي. اول شغلي اه حنشغل الانترسبشن. هنروح على البروكسيز. هنروح على الانترسبت نحطه اون. اشتغل الانترسبشن. وشغلنا البروكسي الخاص بالبرب سويت. اوكي. فعلنا البرب بهيدا الشكل. طيب. هاجي. حط عندي هوني ادمن. وحا اه نكتب حيالة باسورد بسنا لمانا اياها اه او نعمل بلا باسورد. اوكي. خلينا نزع نفتحها على الصفحة جديدة وان نين تو دوت وان سكس ايد دوت زيرو دوت وان سكس سيكس. اوكي. فور سبن سبن. اوكي. نعمل الانترسبت للاتصال. هنعمل فورورد لالو. هيعطينا يوزر نيم وباسورد. هنحط ادمن. هنعمل ساين ان. كمان هيعمل فورورد للاتصال. طيب. اللي بهمني هوني بالاتش تي تي بي هستوري. منشوف على ال get. على ال get request اللي اجا. منشوف انه لما حطينا ال user name admin. وبعتنا الباسورد. عطانا ان ال authorization. عطانا اياها بهيدا الشكل. بايزيك. وعطانا هيدا ال authorization. بكل بساطة هيدا ال authorization هي عبارة عن تشفير ولكن ما انه مش هال مش هال تشفير المخضرم يعني خلينا نقول. ولكن نقدر نفكه. هيدا عبارة عن encoding base 64. خلينا مفرجيكم كيف منقدر نعرف هيدا ال encode اللي نحط هون. اذا بروح على decoder. بالبرب سويت وبحطه. بعمل paste. وبيجي بعمل هون decode as based html. بشوف انه عطاني admin. اوكي. يعني هيدا معناتها. للدخل او هيدا ال authorization هي عبارة عن ال username والباسورد. اوكي. ال username admin بينات. بس ما في باسورد. انا هون ما حطت باسورد تركتها فراغ. حطه نقطتين فراغ. معناتها هيدا ال authorization اللي اخدي هي اخدي admin وفراغ. اوكي. هلأ نحنا هنجرب نعمل add tag على admin ونبلش نركب كلمات من بعد هيدا النقطتين. خلينا نشوف سوا شو هنعم. هنروح على ال target. ال proxy اوكي. هناخد هيدا الصفحة الخاصة بال get request ونبعتها على ال intruder. نروح على ال intruder. هناختار attack type sniper. هنعلم او بكل بساطة. منحدد ال authorization ومنجي على ال add ومنحط two dollar sign. بهيدا الشكل. اوكي. ومنروح على ال payloads. منحدد ال payload تبعنا. وهون مندخل. ازا عنا آآ وردلست معينة مسلا مثل الركيو. فينا نحطها. فينا نحط الكلمات اللي منا يون خلينا مسلا نحط باسوورد. طبعا انا ال username والباسوورد بعرفهم. للكاميرا طبعا. هاجرب اعمل list من هيدا ال username والباسوورد. ونشوف كيف بنعرف ال username والباسوورد المزبوطين. او الباسوورد المزبوط. يعني ال user عم نشتغل على add بينهم. طيب هنحط مسلا. وان تو ثري. حط اي كلمات منا ياها. المهم نزيد الكلمات. بهيدا الشكل. حنحط كلمة وحنحط مسلا باسوورد. حنحط تست وان تو ثري. بهيدا الشكل. حطينا هيدول الكلمات. اوكي. خليني شيل الفراغ. اوكي. بهيدا الشكل. هلا. كونو عندي مشفر بان كودينج. شو حاجي اعمل? هحط بالبيلود بروسسينج. ححط اد. حط الرول تايب. يعمل ان كود. على بايز سكستي فور. بهيدا الشكل. وحا بالبيلود ان كودينج. حشيل التشيك ان على ال يو ار ال ان كود. ديس كاركترز. اوكي. بهيدا الشكل صور جاهز اني اعمل ستارت اتاك. هنعمل ستارت اتاك. وحنشوف النتيجة اللي حتبين معنا. طيب. شوفوا معي شو بين. كل الباسووردز او اللي دخلناهن دوم هيدا البيلود ستينج. اعطاني كله يتون ستاتس كود اللي هي فور او واو. فور او واو معناتها انه عم بابل صينين بس ما فتحت الصفحة. ما صار في عندي استجابة. واللينكت طبعا. بلاحز انه بالبيلود رقم تمانية. اوكي. اعطاني ستاتس كود 200. 200 بالاتش تيم قال معناتها انه انت فتحت الصفحة. صار في عندك لوجين. صار في عندك استجابة لهيدا الموضوع. واللينكتس منشوف انه المسيحة تغيرت. يعني صار في عندي صفحة جديدة بداتا جديدة. لنتأكد من الباسورد هناخد متل ما شايفينها ملاك كوبي. ونروح على. ونروح على ونحطه عنا هون بهيدا الشكل. اوكي. منشوف انه عطاني الصفحة فتحت لما كان عندي اليوزر ادمن والباسورد ادمن. سو هيك هلأ انا عرفت انه اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن. خلينا نتأكد من هيدا الشي ونشوف النتيجة. اوكي. حنجي نحط اليوزر نيم ادمن لكن والباسورد حنحطه كمان ادمن ونعمل اوكي على بعد وشغال هون البرب. اوكي خلينا نعمله لكن ااااا نعمله فورورد. اوكي تارجيت بروكسي انترسيبت نعمل فورورد لهيدا الاتصال. طيب هلأ هاي دي خلصنا منا اوكي خلينا نسكر اه ونوقف نعمل اوكي خلينا نفتح صفحة جديدة نجعل نحط one nine two dot one six eight dot zero dot one six six بهذا الشكل ونحط الباسورد ادمن لكيه متل ما قلنا والباسورد ادمن نعمل ادمن اوكي مش الحال شو باسورد باسورد ادمن متل ما شايفين هاي دي الكاميرا الخاصة فيه بنعمل زوم ان بنشوف كل شيء متحرك اوكي زوم اوت كل شيء طبعا هاك فتحت الكاميرا بشكل طبيعي وهاك وصلنا لنهاية الفيديو برجع بذكركم دايما دايما استخدموا يوزرنايم وباسورد خاصين فيكم صعبوان قد ما فيكم عقدوهم ما تشتغلوا على الديفولت يوزرنايم وباسورد خاصة بهاك مواضيع حساسة لانه اوقات فيه كاميرات بكون معملة هاستنج على الشبكة متبين على الشودن اي او وبتكون اليوزرنايم والباسورد جدا بسطين والكاميرات بكونوا موجودين داخل البيوت منتبهوا من هيدا المواضيع لانه بكل بساطة فينا نفوت على شودن اي او في فيديو السابق على اليوتيوب حكيت عنها نفوت منلاقي كاميرات اصلا كمان منه معملة يوزرنايم وباسورد ومعروضة كل العالم عم تقدر تشوفها طبقوا لهيدا الموضوع ما تنسوا متل ما بنقول دايما stay safe stay connected انترونا بالفيديو الجاي ما تنسوا الفلو واللايك والشارع على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبرجع بذكركم كورس بلاك هات متاح باربعة عشر اربعة فيكن تطلبون فيكن تسجلوا فيه اكيد زوروا موعب لتتعرفوا على كل التفاصيل الخاصة بالكورسيز وتابعونا على السوشيال ميديا شكرا شكرا شكرا